توج المنتخب الوطني الأول لرجال سكواش ببطولة العلب للفرق واللي استضافتها واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عقب فوز الفران على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية منتخب المصري ضم في هذه المباراة الثنائي كريم عبدالجواد لعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالميا وعلي فرج لعب ودي دجلة والمصنف الأول عالميا بهذا الفوز احتفظت مصر حامل اللقب بالبطولة للمرة الثانية على التوالي وكمان عادل المنتخب الوطني الرقم التاريخي للمنتخب الإنجليزي بالتتويق بالبطولة في خمسة من النسخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر